النادي الاهلي تحديدا احسن له مدرب اجنبي ولا مدرب مصر? مدرب اجنبي. اجنبي احسن. ليه? عشان ما فيش حد يستحمل ضغوط الجماهير ضغوط النادي الاهلي مطالب بكل مبارا يكسبها. انا طبعا. ويلعب كرة حلوة جدا. طبعا ويلعب كرة مفاش كلام. ده الناس كذبانة مبارح الزمالك ومش مبسوطة. خالص. ايه ده? لانا مدرب كذبانة دوري. واخد دوري قبلها بتلاتي ايه? وفرضو مش مبسوطة. دوري. صح. والزمالك. مم. ومبارحان قاعد فص العدن بقى. عارف عارف. يا جاكابتن هو دي كورة هو دي مش عفقية. والله ده بالزبط يا كريم زي بتقول كده. مم. فانا قصدي اتعودن اخبار مين هيستحمل? مم. وبعدين انت بقى ايه? يعني يكون عندك تلاتين العيبة وخمسة لازم تنظم امورك عندك افريقيا. وعندك دوري. وعندك سوبر. وعندك عربية بطول عربية. مم. وعندك وعندك تدوية حاجات كتيرة جدا. صح. الاهلي لما بقى في افريقيا بص بتبقى الدنيا مصر كلها. وخاصة الجمهور الاهلاوة. مم. فانا من وجهة نظري المصري مش هيقدر يستحمل الدغوط. فيه. انا ما كنا بلعيبك. لما كنا بنتغلب في المباركة كنا مش نخرج من بيتنا عشان عارفين ان الجمهور بيحب الفوز وبيحب النتائج. فانا من وجهة نظري المدرب الاجنابي هو الانجح والافضل والاحسن للنادي الاهلي.